موسيقى كما عرفتو كان عنا اليوم المحطة التانية ديال الحوار الاجتماعي كانت فرصة لنا باش نوقفو عن الإنجازات المهمة اللي حققناها منذ دورة أفري وهذه الإنجازات شخصات كذلك في واحد نقاط مهمة لحرصات على الحكومة في المجلس الإداري ديال الصندوق الوطني للدعمال الاجتماعي فالشرور المتقاعدين ديال القطاع الخاص لانخارطين في هذا الصندوق بأن الحكومة ساندات القرار ديال المجلس الإداري باشترتفع المعاشات ديالهم بخمسة في المائة ابتداء من يناير 2020 تقريباً أكثر من 600 ألف ديال المتقاعد اللي غادي يستافذ من هذا الإجراء المهم جداً بعد أنهم تتضروا تقريباً أكثر من 18 لسانة بلما يكون واحد إعادة النظار في هذه المعاشات نقطة تانية كذلك لكتشخص هذه الإنجازات المهمة اللي جد في الحوار الاجتماعي هو أن الحد الأدنى ديال أيام الشغل للاستفادة من التقاعد نقصات من 324 يوم إلى 1320 يوم هذا كذلك مكتسب مهم جداً للمتقاعدين أنهم كانوا يضعوا في الإيكوتزازيون ديالهم واليوم عدد كبير جداً للناس غادي تستافد كذلك هذوك الناس اللي ما زيوصلوش لكتر من 1320 يوم غادي يستافدوا اليوم من الإيكوتزازيون صالغيال أو باتخونان وهذا كذلك إنجاز مهم جداً فبالإضافة لهذه النقاط كان مناسبة كذلك أن نتنقشوا مع النقابات الأكثر تمتيلية وكذلك مع السجام بأن حال الوقت أن نفتحوا ملفات أخرى في هذا الجو ديال التقا وفي هذا الحوار البناء اللي كان منذ هذه الأشهر الأخيرة مع الحكومة ومن ضمنها حوار حول إصلاح منظومة التقاعد شكراً